اشتركوا في القناة متنوعة لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ في قراء برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين الجيش سيطر على مناطق قرب جبل موية غرب سنار والقوات المشتركة تسيطر على المذروب في شمال دارفور ومخاوف بين سكان كولبوس من انتقال القتال إليهم غرفة طارئ شرق النيل تكشف أن ارتفاع الإصابات وهم الضنك إلى 140 حالة بينها 10 وفيات منظمة أطباء بلا حدود تعلن تعليق أملها في الكلاقلا بصوبة تدهور الأمن الكبير الذي تشهده المنطق حريق كبير يقضي على 2 ألف شجرة نخيل مثمرة يوم العربعة في جزيرة أرتقاشا بمحلية البرقيت بالولاية الشمالية تفاصيل النشرة من راديو دابنغا في تقديمها محمد سليمان شهدت منطقة جبل موية غرب سنار والخميس تجددا للمعارك العنيفة بين قوات الجيش وقوات الدعم السريء وأكدت مصادر من المنطقة لراديو دابنغا أن الجيش سيطر على قرية فانجوغا وجبل الأعور مع تراجع قوات الدعم السريء إلى جبل موية بالاتجاه الغربي على الصعيد الميداني أيضا سيطرت القوى المشتركة على منطقة المذروب الواقع بين أبير مزة والزروب بشمال دارفوريم العربعة وقال مواطن من المذروب لراديو دابنغا أن القوى المشتركة دخلت منطقة المذروب من عدة محاور وأضاف لراديو دابنغا نادي جيوب محاور كثيرة واسي في منطقتنا هناك بين الزروب وغرير منطقة سما المذروب يهدي الأسهم قاعدين فيها والناس بسولوهم لكن الوقع في الموقع شوية كده حريق لا يقدر الله ممكن تحصل حاجات ما كويسة شديدة وتشهد مناطق بولا الشمال دارفور معارك بين القوى المشتركة وقوات الدعم السريء وكانت القوى المشتركة قد أعلنت السيطرة على مناطق وادي المغرب وسندي ومدو وبير مزة على صعيد متصل تشهد محليا شمال الجنين بولاية غرب دارفور انتشارا كبيرا لقوات الدعم السريء بدعا من محليا سيربا وصليع وجبل مون وقال الصحفي على دين بابكر ومقرر غرفة طوارئ غرب دارفور لراديو دابنغا أن قوات الدعم السريء تحاول الدخول إلى كلبوس بعد سيطرة القوات المشتركة على المنطقة وأضاف أن سكان كلبوس يرفضون أن ينتقل القتال إلى منطقتهم متخوفين مما حدث من قبل في جنينة من اعدامات وانتحاكات وأشار إلى أن مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور تشهد هدوءا بعد الترقب الذي سادها من احتمال انتقال المعارك إليها بعد سيطرة القوى المشتركة على منطقة كلبوس بغرب دارفور والمعارك التي دارت بمنطقة جبل أوم وأضاف أن الحركة بين جنينة والمدن التشهدية مستمرة لأن مصالح المواطنين مرتبطة بتشات وأضاف لراديو دابنغا من أميس واليوم الوضع حسب المعلومات اللي عندي الوضع حادقة ما في أي أخبار عن معارك وفيه انتشار كبير للدعم السريع في المنطقة لأنه أساسا هي المنطقة أو قرب دارفور بشكل عام تهت سيطرة قوات الدعم السريع بالتالي القوات دي حسب المعلومات اللي عندي انتشرت في المنطقة وما واجهت أي قوة للكفاح أو القوة المشتركة في المحليات الشمالية بدءا من سربا وجبل مون وصليعة وقربص كشفت غرفة طوارئ شرق النيل أن تسجيل 118 حالة بهم الضنق في منطقة سوبا شرق خلال الفترة من 18 حتى 26 سبتمبر الماضي وأوضح المكتب الطبي للغرفة في تحديث للأوضاء بالمنطقة خلال الفترة المذكورة أن بين المصابين 23 طفلا و51 امرأة بينهم سيدة حامل وأفاد المكتب الطبي بحالة وفاة واحدة لرجل بين المصابين كما أشارت غرفة الطوارئ إلى تسجيل 12 إصابة بهم الضنق من منطقة الجريف غرب وأوضحت أن إجمال الإصابات المسجلة في المنطقة بهم الضنق يرتفع بذلك ليصل إلى 194 حالة بينها 10 وفيات أعلنت منظمة طباء بلا حدود عن تعليق عملها في منطقة الكلاك لا جنوب الخرطوم بسبب تدهور الأمن الكبير الذي تشهده المنطقة وأكدت المنظمة في صفحتها على موقع X أنها أجبرت على اتخاذ هذه الخطوة اعتبارا من يوم 30 من شهر سبتمبر الماضي وأوضحت أن زيادة الحوادث الأمنية دفعتها إلى تعليق انشطتها في منطقة الكلاك لا حتى إشعار آخر لكن أطباء بلا حدود نوهت إلى أنها ستواصل لتقديم خدماتها في مستشفى بشائر القريب من المنطقة وفي أجزاء أخرى من مدينة الخرطوم ولفتت المنظمة إلى مواصلة تقديم هذه الخدمات على الرغم من التواصل من عدم الأمن الذي يحدد أنشطتها نوقع الخبير الإعلامي والمتحدث السابق باسم بئسة الأمم المتحدة في العراق الدكتور خالد دهب نجاح فكرة نشر قوات دولية أو أفريقية لحماية المدنيين في السودان التي لمها إليها المبعوث الأمريكي توم بيريلو في تصريحات صحفية من الأربع وعرب الدهب في حديث لراديو دابنغا أن اعتقاده بذلك الرغم من إشارة بعض المراقبين إلى أدب نجاحها في دارفور متبرا أن القوات الدولية قد نجحت هناك بدليل أن الأوضاء قد حدأت في دارفور وأدى ذلك إلى جلوس الأطراف المختلفة مع بعضها البعض وتوقيع اتفاقيات للسلام وكان بيريلو قال في تصريحات لمجموعة من الصحفيين في العاصمة الكينيين نيروبي يوم الأربعاء أن هناك ترتبات جارية لعداد قوات التدخل الأفريقية لحماية المدنيين في السودان وأشار المبعوث الأمريكي وفقا لما نشره أدد من وسائل الإعلام السودانية والعربية إلى فتح قنوات التصال مع الاتحاد الأفريقي لتجهيذ هذه القوات لكنه لم يكشف أن المزيد من التفاصيل في هذا الشأن ولفت الخبير الإعلامي خالد دهب في حديثه لراديو دوبانغا إلى أن هناك عددا من العوائق يجب أن توضع في الإعتبار عند نشر مثل هذه القوات من بينها كبر من ساحة السودان ما يتطلب نشر قوات بعادات كبيرة ويعتبر أدم التزام الأطراف المتقاتلة وقضوئها لشرط وقف إطلاق النار يجعل من الصعب تمكين القوات الدولية من القيام بواجبها في هماية المدنيين وعضاف لراديو دوبانغا فكرة استخدام قوات دولية أو في الحالة قوات إفريقية قد تنجح في السودان ناس كثير طبعا بيقولوا أنه ما نجحت في دارفور لكن أنا في تقديري أنها نجحت لحد بعيد بدليل أن الصراع في دارفور يعني تقريبا كان هدأ في الآخر من جانبه استبعد السفيرة وبكر حسين أحمد نجاح فكرة نشر قوات أفريقية في السودان وعذا ذلك في حديث لراديو دوبانغا لتباعد المواقف بين طرفي الصراع حيث يصر الجيش على تنفيذ مقرارات جدة بينما يتحدث الدعم السريء أن الانتقال السلمي ويعادة المدنيين إلى السلطة وأشار كذلك إلى انشغال العالم بالأحداث الدولية الأخرى مثل الحرب في غذة وأضاف لراديو دوبانغا ناحية أخرى فإن الأوضاع الدولية يعني جعلت الاهتمام بأحداث السودان أو بالحرب في السودان انحسر كثيرا أعني بالأحداث الدولية الحرب في غذة أولا ومن قبلها برضو كانت الحرب الروسية الأوكرانية وأخيرا الحرب بين إسرائيل وحزب الله قال الخبير الدبلوماسي السفير مهد داود الخليفة أن القرار الأمريكي برفع بعض القهود المفروضة على السودان بموجب قانون مكافهة الاتجار بالبشر يظهر احتمام الولايات المتحدة بقضايا الصحة والتنمية في هذه المرحلة في السودان ووصف القرار في مقابلة مع راديو دابانغا بأنه قرار سليم وجاء في وقت مناسب ويلغي القرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن قيودا أمريكية سابقة ويتيح حصول السودان على مساعدات التنمية الأمريكية والاستفادة من برنامج الرعاية الصحية العالمية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وأضف الخليفة لراديو دابانغا أن القرار جاء بينما كان البعض يظنون أن الولايات المتحدة ستشدد من قيودها على السودان لكن مراعاة لظروف الحرب التي تمر بها البلاد ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي متزامنة مع مشروع القانون المقدم الآن أمام مجلس الشيوخ الأمريكي باسم قانون المحاسبة في السودان والذي يحدث إلى محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية واللعبات الجماعية وتابع الخليفة قائلا إن من النقاط الحامة جدا في مشروع القانون الجديد العمل على توثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت خلال القتال الحالي بين قوات الجيش والدعم السري وأضاف لراديو دابانغا التوثيق طبعا يعني يفتح باب أمام محاكمات دولين في المستقبل يعني اللي حصل في السودان وحتى يعني إذا كان في أي يعني أفراد أو كيانات أو دول تستاهمت في تأجيك الحرب في السودان حتى تصبح موضوع موضوع بتاع مسائل أو كده برضو التشريع برضو يدعو إلى الوضع السراتيجي لضمان نصول المساعدة الإنسانية يذكر أن طرح مشروع القانون الجديد يأتي قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل ويرى العديد من المراقبين أن القضايا الخارجية لا تشكل أولوية قصوى للمسؤولين أمريكيين مع اقتراب الانتخابات الأمريكية ومحاولة الحزبين الجمهوري والديمقراطي التركيز على الملفات الداخلية لكذب أصوات الناخبين قضى حريق كبير على 2000 شجرة نخيل مسمرة يوم الأربعة في جزيرة أرتقاشا بمحلية البرقيق بالولايات الشمالية وقال سكان من المنطقة لراديو دابنغا أن الحريق الذي استمر حوالي 6 ساعات تزامن مع بداية موسم حصاد التمور وقال شاكر عبد الرحيم من سكان جزيرة أرتقاشا لراديو دابنغا أن الحريق شاب عند الساعة 7 ميسا ويستمر حتى الساعة 1 فجر الخميس وأشار إلى أن الحريق استمر للفترة طويلة حيث وصلت سيارة الإطفاء في وقت متأخر من الليل وأضاف أن المواطنين حاول المشاركة في الإطفاء بما توفر لهم من أدوات بعد أن وصلتهم إثقاسات أبر مكبرات الصوت وأشار إلى أن الحريق قضى على شجار نخيل المزروعة في أكثر من أشهر جنائن تمتد على مساحة فدانين التي تقدر أددها بحوالي ألفين نخلة وفقا لتقديراته فإن الخسائر المادية الناتجة أن الحريق تتراوح بين 45 إلى 60 مليار جنيه سوداني مشيرا إلى أن كل نخلتين تنتجان شوال واحد من التمر مما يعني أن جملة الخسائر حوالي ألف شوال لكن نؤكد عدم وقوء أي خسائر في العرواح بسبب الحريق وأرجاء سبب الحريق إلى سوء استخدام النار في عمليات النظافة وهو ما تسبب في عدد من الحرائق في الشهور القليلة الماضية في الولايات الشمالية ودع السلطات لوضع حلول وتوفير معينات أقلها عربية مطافي في موقع قريب من المنطدة كما طالب يتوعية المواطنين وإرشادهم إلى الطريق المسلى لنظافة المزارئ وأضاف شاكر لراديو دبنغا ويمكن من الأسباب الرئيسية لنشوب الحريق بين الفنية والأخرى أن المواقع بتاعت البساتين دي غير يعني متوفر فيها العناية والاهتمام والنظافة مما يتسبب أحيانا باشتعال بعض الحرائق التي يجي لسوء استخدام في عملية النظافة أحيانا أنه أعقاب بتاع الشرارة بتاع النار اختتمت منظمة الناس للناس ثلاثة أيام من الورش التشاورية حول التحضيرات للعدالة الانتقالية للاجئين في معسكرات أدري التشادية واستهدفت الورش ثلاثين من اللاجئين السودانيين في أدري وقال مدير المنظمة دكتور عديب عبد الرحمة لراديو دبانغا أن الورش ناقشت على مدى ثلاثة أيام تأثيرات الحرب على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية وركزت الورش على تعاريف اللاجئين بمفاهيم العدالة الانتقالية وتوقعات الضحايا للمشروع الوطني للعدالة الانتقالية ومشاركتهم في صناعة وتحليل الانتهاكات التي تعرض لها الضحايا والقيود الذمنية المرتبطة بالتحضيرات المستقبلية للعدالة الانتقالية وذكر عديب أن الورشة تعد واحدة من التحضيرات للعدالة الانتقالية التي تقوم بها المنظمة من ضمن السلسلة من الأنشطة التي نفذتها في مخيمات اللجوء في شرق دشات وشمال أوقندا وأضاف عديب أن هذه الورشة تلعب دورا رئيسيا في التوسيق للانتحاكات التي وقعت على الضحايا مشيرا إلى أن الإجراءات الأدلية التي تعقب نحايا الحروب ظل تفتقر إلى الإعداد اللازم على الدوام وأضاف لراديو دابانغا الورشة التي اختتمت في أدره في تشات هي جاءت نتائج للأزمة أو الحرب الدائر الآن في السودان والحروب التي كانت في السودان بما فيها حرب على دارفور من 2003 إلى 23 الشاهد في الحروب دي كلها إنها ماكسة الموضوعات العدلية الخبر الأخير في النشرة أعلنت الخارجية السودانية أن زيارة لمجلس الأمن والسلم الأفريقي والخميس إلى السودان وأكد وكيل وزارة الخارجية حسن الأمين في تصريحات صحفية أن وفد المجلس يصل إلى بور سودان الخميس مشيرا إلى أحمية هذه الزيارة وكان المجلس أعلن أن وفد ممثلا له بقيادة مصر سيزور العاصمة السودانية المؤقتة بور سودان لبحث السور الكفيلة بحل الصراع في السودان وتأتي زيارة الوفد بينما تشتد المعارك العسكرية بين قوات الجيش والدعم السريع في عدة مناطق بالسودان وخاصة ملايتي الخرطوم والشمال دارفور أعزائي المستمعين في الختام تعبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دابنغا ودمتن بخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة